جددت طالبات مركز جامعة الملك خالد للبنات بكلية السامر في أبها مطالبهم بشأن تحسين وضع عدد من مباني الجامعة والرقيب الخدمات المقدمة فيها والطالبات طالبوا عبر هاشتاق معاناة بنات السامر ونشرنا الطالبات في هذا الهاشتاق العديد من الصور التي تصف حجم العجز التي تعيشها بعض الكليات بمجمع كليات حي السامر مثل كلية الطب والجراحة وكلية التمريض وكلية الصيدلة وكلية العلوم التطبيقية والحاسب أيضا وأشادت طالبات بعميد كلية الأسنان الدكتور إبراهيم الشهراني الذي جعل من كليةه الكلية المثالية في مركز الجامعة بحي السامر متسائلين لماذا لم يحدوا عمداء الكليات حذو هذا العميد الشهراني المشرحة لدينا غير مهيئة للدراسة فهي موفدة لضوء الشمس الذي يؤدي إلى تأكل الجثث ولدينا نقص في الأدوات لدرجة أنها تحمل الجثث باستخدام بالطو ولا يوجد مبنى خاص لكلية التمريض حيث أن محاضراتنا بين مباني الحاسب وغيرها لدينا عاجز كبير في الأجهزة لدرجة أن الطالبات اللواتي على وشك التخرج لا يجدون استخدام الأجهزة وبعض الأجهزة متوفرة ولكن بإصدار قديم لا يتم التعامل معها في المستشفيات القاعات أقل من حاجتنا ولا تستوعب عددنا الكبير وأغلب المكيفات في هذه القاعات معطلة ولا تعمل بالإضافة إلى قلة كفاءة مستوى الكادر التعليمي من الجالية الهندية والمعامل والمبنى بشكل عام متهالك إلى أبعد درجة أسلاك الكهرباء في الأرض بشكل عشوائي ويوجد لدينا ممر أغلق بأيام اليوم ووضعوه معمل للحاسب ما هذا الإهمال الأجهزة غير متوفرة وأن توفر القليل لا يطبق عليها محاضرات العملي بحجة أن التطبيق يكون فقط في المستشفى وندرس مادة العملي نظري عدم توفر أدوات للتطبيق عليها مع وجودها في المستودعات والرفض في إعطاءها لنا عدد من المعامل لا تحتوي على البرامج المخصصة لدراسة المنهج تخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية لعدم توفر مبنى خاص بها يتم إعطاء المحاضرات في مركز مستشفى عسير وفي مركز السامر وهي مركزين تبعدان عن بعضهما مسافة ربع ساعة بالسيارة حيث يتوافق بعض الأيام موجود محاضرات في المقرين في نفس اليوم والطالبات لا يملكهم مساء النقل لما يجعلهم يضطرون لسائق المشاوير الخاصة نحن أخذنا صوت الطالبات لأنه لا نستطيع أن ندخل الكلية فأيضاً نأخذ أيضاً مطالبهم في هاشتاغ معاناة بنات السامر اللي يطلقوا طالبات المركز الجامعي لدراسة الطالبات بالسامر في جامعة الملك خالد هذا الوسم ما تنتهي من البحث عن مشكلة إلا وتظهر لك مشكلة ثانية في نفس التغريدات اللي البنات يغردون فيها نبدأ بتغريدة ميرا اللي ذكرت كلية تخرج سنوياً طبيبات وأخصائيات وممرضات وغيرهم تكون بهذا الشكل المبنى متهالك والمعامل والمعامل أدواتها غير متوفرة وأيضاً قديمة أما سارة سارة عالة عبدالله تخيلوا أن الجامعة اللي تخرج طبيبات تخرج طبيبات بهذا الشكل والأجهزة والأدوات الطبية ناقصة والمباني متهالكة وأيضاً تقول أنه الخدمات معدومة إلى تغريدة وجدات اللي قالت طالبات الطب والجراحة ما لهم مبنى خاص فيهم مستوعبين ذا الشي هذا تساؤل من وجدات عن الوضع العام عندهم في الكلية غردت واحدة من الطالبات الأقسام الصحية للإعلاج الطبيعي لا يوجد أجهزة نطبق عليها ونفهم عملياً وين اهتمام المسؤولين ختاماً طالبت ريم وفروا لطبيبات المستقبل بأدراسية صحية طالبات جامعة الملك خالد اللي في السامر معاناتهم حقيقية من صرف صحي ونقص في الأجهزة ومتطلبات أي جامعة أساسية غير بعض التغريدات اللي ذكرت أن البوفيهات في الجامعة غير مهيئة لتوفير وجبات صحية للطالبات معي الحديث حول معانات بنات السامر عميدة المركز الجامعي لدراسة الطالبات بجامعة الملك خالد فيها بهالدكتورة شنيفة القرني أهلاً دكتورة أهلاً حياك الله يا مرحباً يعني وش المشكلة البنات يدعون عليكم ومتأمرات عليكم في تويتر وش الوضع؟ طيب في البداية يعني أنا أود أن أشكر قناة الإخبارية على اهتمامها وتفاعلها مع الموضوع وهذا شيء ما هو مستغرب طبعاً على قناة السعودية رائدة تمتازها الشفافية والحيادية في البداية حب كماني أشير أن جامعة الملك خالد تعتبر من أكبر الجامعات السعودية وأكثرها في عدد الطلاب وتغطي منطقة متراملة الأطراف الجغرافية كذلك في جامعة الملك خالد ضغم كثرة الطلاب والجغرافية الممتدة مساحات كثيرة لديها مشاريع تلموية وإنشائية ضخمة جداً لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لطلابها وصالباتها في جميع المواقع الجغرافية ولكن ذلك يسير حسب خطة زمنية ومالية مدروسة وأي متتبع للمشاريع هذه ولو الفترة وقصيرة يمكن أن يرى هذه القفزات والاختلاف من مباني قديمة إلى مباني جديدة مباني المستأجرة إلى مباني جامعية في الوقت الحالي بحكم وجود جامعة الملك خالد في المنطقة الجنوبية وهي جزء لا يتجزئ من هذا الوطن وكل من أعلم ما يمر به الوطن حالياً من مشاكل أمنية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم علينا الأمن والأمان هذا الوضع يعني وضعها في موقع لابد أنها تحتضن طلاب وطالبات الجامعات التي هي على المناطق الحدودية طبعاً هذا نقول زاد العبء فعلاً على جامعة الملك خالد ومن ناحية الطاقة الاهتعابية كم زاد دكتورة؟ نعم كم زاد؟ كم بالمئة؟ يمكن يكون في حدود 30% وزائل كمان العدد ما زال يعني مستمر طيب هذا الدكتورة الله يعافيك اللي بكر طيب خلصت أنا خلصين تقدمين هالمقدمة الجيدة بس أنا بقول لك أنه وجود طالبات من نجران ومن جيزان ومن أي منطقة هذا ما يعني أنه الوضع سيء جوه الكليات المعامل سيئة ما فيه معامل البنات يشتكون من دورات المياه السيئة القاعات صايرة مرة سيئة للطالبات المعامل مضروبة هذا ما ندخل أنه فيه طالبات جايين من نجران ومن جيزان ومن أي منطقة ثانية أنا أقصد أن هذا يزيد الطاقة الاستيعابية عندنا يعني مثلاً نحن عندنا ضغط يعني بالله عليك هذا دكتورة 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 يزيد الضغط علينا أنت تشوفين التلفزيون أنا أرد على الكلاحة لا لا صف أنت تشوفين معي الصور هذه ما لها دخل بالزحمة الزحمة معذورين فيها أنا أقول لك لا 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 أخليك معا سمي الحين اللي ذكر واللي يعني تم يعني تواجد يعني في التويتر والأشياء ولي كلها هذا شيء أنا شخصياً كعميد المركز الجامعي لا أنكره ولا يمكن أن أتجاهله أنا موجودة مع الطالبات في نفس المباني اتفاق كويس المركز الجامعي المركز الجامعي لدراسة الطالبات هو موجود أصلاً في موقعي الموقع الأول مبنى للجامعة داخل أسوار مستشفى عسير وهذا إن شاء الله ما عنده أي مشاكل لأنه مبنى جامعي المباني الأخرى موجودة هي في حيث محيث سامر وهذه مباني مستأجرة مستطرة طويلة يعني يمكن أن تكون لأربعة من سنة ممتاز كونها مباني مستأجرة كونها مباني مستأجرة على هذا المدى مع زادة العدد الطالبات مع فتح تخصصات جديدة نعم في موجود عندنا إشكاليات كونها مباني مستأجرة أصلاً ما هي مهيئة من الأساسها أنها تكون يعني كلية يعني قاصر قاصر عليكم فلوس تستاجرون في أماكن ثانية يا دكتورة لا 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 لو تذكر حضرتك أنا قلت قبل شوية أنه في مشاريع سنموية لكن عندها خطة نحن الجامعة تلتزم بخطة يا دكتورة زمنية دكتورة ما لن ندخل ما لن ندخل الزرف المشاريع أشياء موجودة وإحنا كلنا نعمل على إصلاحها طيب أنا ما لدخل إصلاحات جرت وفيه بالحين كمان تعديلات يعني حاصلة وإن شاء الله خلال فترة وجيزة بإذن الله يتمندها منها أنا أقول لكم هذه كلها حلول مؤقتة دكتورة أنت ما قاعدة تسمعين يا لحين كيف تسمعين الطالبات يا دكتورة اسمعين يا أخي هذه حلول حلول مؤقتة أنا قاعدة تقول لك حلول مؤقتة أنا ما أنكر هذا الشيء ما يمكن طالبات يدرسون في البيئة هذه لا يمكن نخرج طبيبات يكونوا ما يسوون أخطاء طبية ويسوون بلاوي في المستشفيات إلا منها البيئة لا يمكن يتخرج طبيبة بهذا الشكل إحنا نبغى نعالج الآن القضية دكتورة كيف ممكن نوعد بناتنا اللي في كليات السامر هذا لأنه يعني الوضع بيتغير للأحسن هذه مباني مستعجرة سترة زمنية مؤقتة تنتهي المدينة الجامعية كم بتستمعين بنات الأماكن الجامعية لها لها يعني لها لها يعني وضعها الآن 14 سنة عشان بس يعني تلقى يعني شوي يصبروا علينا 14 سنة كم بيصبرون ثانية 8 4 5 لا شاء الله أنها تكون خلال فترة وجيزة إن شاء الله كم الفترة في اهتمام يمكن خلال سنة أو سنتين مجرد أنها تنتهي المدينة الجامعية سيتم انتقال الطالبات يعني سنتين الآن البنت اللي في المستوى السادس أو السادة بتتخرج من هذه البيئة وتبغينها تعالجك في المستشفى فيه كان حل يعني طرح يعني في اجتماع يعني لأنه معالي مدير الجامعة متابع معنا الموضوع هذا وحريص عليه معالي مدير الجامعة معالي مدير الجامعة الحق يركز على البنات هذا ولا الآن لأنه لا يمكن يتخرجون بنات منها البيئة يا أخي الضادم ما أحد ينكر هذا الشي بالعكس يعني حتى المركز الجامعي أنا أفتد لك أن الطالبات اللي فيه من أفضل وأعلى مستوى الطالبات في جامعة الملك خالد وهذا أقل الحقوق اللي هم يطالبونها وإحنا معهم طيب ولكن يتطلب الأمر بس يعني الصبر والروية لأن إحنا ماشيين حتى بخطة والله والله هالخطة إذنها 14 سنة ما ما هي بخطة لا إن شاء الله لها تنحل 14 سنة ونسنة 16 سنة لازم لازم يا أخي نكون متفاعلين شوية والجامعة مرت يعني بمراحل صعبة يعني مرت عليها طيب دكتور إن شاء الله ما هاتنحل يعني خلال أنا أبعطيك أقتراح من واحد من الشباب والله واحد من الشباب قاعد يقول فيه مقتراح مرة كويس لكم أنكم بس تنظفون البيئة بس والسنتين هذي متجاوز فيها ولله نغفو البيئة بس البقبيهات سيئة الوضع سيئ على الطالبات الصور يتوصلنا ما هي بزيرة ترى على الجامعة والله يعني نحاول جهدنا والله قاعدين نحاول جهدنا لأننا نحن حريصات على البنات وحريصات على أن هذه التخلطات فعلا تكون يعني في بيئة علمية مناسبة والله الدكتور أبراهيم الشهراني عميد كلية الأسنان خلق كلية نموذج يعني حاول يا دكتور أنه قدر الاستطاعة تعدلون في الوضع عشان عشان البنات اللي عندكم اللي انتم مؤتمرين عليهم الآن يعني إبراهيم الشهراني يشتغل يشتغل شغل مرة كويس والكل يشكر في الرجل يعني خلوه يعني مسار لكم ها صادقوا الرجل يعني طيب هذه كلية طب الأسنان هذه جزء من المركز الجامعي ترى المركز الجامعي أيضا في كليات أخرى ولها عمدة يعني في نواحي أكاديمية وتجهيزات هي يعني برغو تابعة للكليات هذه يعني الأمر مسترك بيننا وبينهم والله والله يا دكتورة ما عارف الدكتورة إبراهيم الشهراني لكن هذا اللي وصلنا سمعة الرجل والله العظيم تسبق أنه أنه أدى أداة كويس حانشكرة وهذا دليل أنه مش صورة الجامعة كاملة هذا جزء من الجامعة أتمنى يا دكتورة أنكم يعني تهتمون بالطالبات تجلسون معهم دكتورة شنيفة القرني شكرا لك يعطيك العافية وإن شاء الله نتواصل وأنتو ناقلين للمبنى الجديد في أقصر وقت ممكن دعونا نروح فاصل وراجعين من ثاني